خلينا نشوف الدنيا فيها ايه يا برج الجادي وان شاء الله ليك كل خير خلينا نقول ان هيكون عندك سيطرة تامة 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 على مشاعرك وامورك المادية هتقدر تظبط امورك هتقدر تظبط مصرفاتك فيه فلوس كتيرة جيالك او فرزق كويس وحلو قوي جايلك هيغير حياتك كلها ويحسن من وضعك ان شاء الله ايامك اللي جاية كلها هنا وسعد يا برج الجادي يمكن شوية انت ملخطط شوية متبرجل شوية ان انت مش عارف تظبط الاداء بس ان شاء الله بقدوم شهر ستة الدنيا كلها هتتغير الدنيا كلها تتغير معاك بالنسبة للمنفصلين والمبتعدين عن الاشخاص اللي ما مرتبطين بيهم او اللي حصل بينهم طلاق ففي رجوع وفيه صلح بامر الله ان شاء الله ليكم صلح واعادة بناء من اول وجديد واعادة تعارف من اول وجديد وبعد تام للمشاكل والحاجات اللي كانت بتسبب لكم مشاكل هتتحسن ان شاء الله وهتشوفوا حاجات كتيرة طيبة وعلامات كتيرة ودلائل هتجيلكم وهتدلكم على الخير وتروحولوا فين وتعملوا ازاي تمام بالنسبة للحبيب اللي باعد بعيد واخد جنب واعد لوحده ومش بيكلمك وعمل بلوكات وقفل على نفسه وبيضيقك وبيعصبك بالحركات دي جدا فهو ان شاء الله هتظهر له بادرة امل كده وهيتكلم وهيسحب ناعم وهيبدأ تاني يعيد العلاقة من اول وجديد بالنسبة لبعضكم او اللي هم ايمين على شغل او بيعملوا عمل حسابي او عمل تجاري في شغلهم فان شاء الله فيه ترقيات وفيه علوات ان شاء الله كمان بالنسبة للاشخاص اللي عندهم قضايا او محاكمة او حاجة مؤجلة عند الحكومة يعني جهة حكومية هو مقدم فيها طلب على حاجة او كده وكان متأخر فان شاء الله هيجي لكم الرد ان شاء الله بالقبول وهتكون حاجة كويسة جدا فيه طاقة استشفاء رهيبة رهيبة ليكم وللي بتحبوهم ان شاء الله وربنا هيبعد عنكم اي حاجة وحشة في الفترة دي فترة من اول ستة من نص ستة ان شاء الله ان شاء الله يا رب هتكونوا في اتم الصحة وهتكون صحتكم كويسة وهتكون فيه مبريات للامور حلوة جدا هتخليكم تحسوا بالسعادة والتفاؤل للأيام اللي جاية بعد القفلة اللي احنا فيها مش عايزة اقول الوان عليها بس بعد القفلة الفضيعة اللي احنا فيها بعد وقف الحال بشكل او باخر اللي احنا بنمر بيه في الفترة دي بسبب الكورونا فهيحصل امفراجة هيحصل استقرار كده واحساس شوية جزء من الاجزاء بالامان هيكون فيه تغيرات كتير تغيرات كتير حواليك في الاوضاع اللي حواليك يعني ناس كانوا كويسين هيبانوا على حقيقتهم انهم ما كانوش كويسين ناس كانوا وحشين جدا وانت كنت معتقد فيهم السوق دايما هيبانوا انهم دول اللي هيقفوا جنبك لان في محنة بسيطة كده هتمر بيها وهتغربلك الناس كلها من حواليك يا برج الجدي هتشوف مين اللي معاك ومين اللي ضدك وتشوف الايام اللي جاية فيها اخير فما تقلقش ابدا يا برج الجدي اللي جاي لك كله خير ان شاء الله خلينا نشوف رائد برج الجدي للمنفصلين بالذات تحديدا خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين ايه النظام عندهم واحنا كده قلنا العامة وخلينا نشوف الخاصة المحددة بعض الاشخاص من برج الجدي واللي تم الانفصال عن حبيبهم حبيبك قاعد سوري يعني زي الصنم ما بيحاولش ياخد اي خطوة ما بيحاولش ان هو يستعجل ما بيحاولش ان هو ييجي ولا يقول هو تقيل جدا شخص تقيل جدا كتوم جدا المسألة دي ممكن تكون سبب انفصالك عن بعض او سبب بعدك لانك انت بجد كنت بتعاني من النقطة دي فهو بيفكر جديا ولكن ما بياخدش اي خطوة والمفروض ان هو طالب منك ان انت اللي تاخد الخطوة وان انت اللي تاخد خطوة الرجوع فانت بقى في الحالة دي اللي تقدر ان انت تحدد والله لو انت هتقدر تاخد الخطوة دي وانت اللي تروح وانت اللي تبدأ بالسلام وتبدأ بالصلح اوكي تمام هتبقى تمام وهتمشي عسل اوي طيب لو انت رافض تماما الفكرة وانا مش هرجع للشخص ده تاني اذا ابدأ حياتك من اول وديد لان في بدايات جديدة وفي امل جدا في بدايات جديدة وهتكون سعيدة ومختلفة تماما عن العلاقة الاولانية وبجد هتكون مجال كبير للسعادة والهنى بالنسبة لللي هم الوقتي قاعدين على المحك حسين ان الدنيا كلها قفلة معاهم مفيش حركة مفيش رجوع مفيش صلح الدنيا كلها مقفلة بقالها فترة فخلاص ان شاء الله في مفراجة وفي فتحة هيعد منها النور وهيفتح لكم طريق جديد لبكرة اسعد تمام؟ ده بالنسبة لحبايب المفاصلين ويمسلقين بالنسبة لحبايبي العزاب او متأخرين الزواج بالنسبة لهم بنقول ايه؟ بنقول بالنسبة لحبايبي بالذات المتأخرين في الزواج اسفة جدا بس بسبب المكسكلي ده بس خلونا مع بعض الحبايبي المتأخرين في الزواج كان حصل في فترة من الفترات ظهور لحبيب وحسيته انه هو ده اللي معا الامان والسلام والحب وكل حاجة لكن بعد فترة اختفى او حصلت المشكلة فاختفى الشخص ده راجع تاني وعايز ان هو يتوصل معاكم وعايز ان هو يرتبط بكم بالنسبة لحبايبي غير المرتبطين من العزاب فما توقفش محتار كتير قدامك كذا علاقة وانت محتار بينهم تاخد انهي وتسيب انهي تمام؟ الحيرة دي ما منهاش اي جدوى لانها مش هتقدي لك لحاجة لقدام او هتقدي بالعلاقة لقدام لا بالعكس هتخليك واقف مكانك ومنتش عارف تروح فين وهتقعد لفترة طويلة ثابت على المقدر ده طبعا لا لازم ان انت تركز على امورك العاطفية بالنسبة للعزاب وكمان ان شاء الله امورك العاطفية ان شاء الله هتكون ماشية وتمام الايام اللي جاية ام حاجة الغي قانون الحيرة الغي من عندك قانون الحيرة ما توقفش دايما متحير بين شيء وشيء لا اختار اختيارك في كذا طريقة علشان تثبيت لك ان اختيارك صح اولا السؤال السؤال في الناس موصقين منهم عشان تعرف اذا كان الشخص ده كويس ولا لا اه كمان اه تعرضوا كده الكام تجربة علشان تضمن رد فعله وكمان ان انت تستخير ربنا طبعا السخارة ربنا دي مبدئيا وهي اول حاجة خلاص اه خلينا نقول في عندكم بناء وفي عندكم زواج او تقدم لزواج او تأسيس حياة جديدة بالنسبة ليه المتخرين في زواج وبالنسبة للعزة يا رب تكون من حظكم من نصبكم وتكون ايامكم اللي جاي احسن معينتش بطول في الدعاء اهو الناس اللي زعلت مني علشان بطول في الدعاء فانا هو معينتش بدعي وما تنسليش من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد هتلاقوا الظرار تحت احمر دوسوا عليه وفعلوا كلمة الكل اه او الجرس علشان خاطر يوصلكوا كل جديد واول اشعارات تنزل لنا معانا فيديوهات كتير حلوة في الايام اللي جاية تمام عايزين نشوف بقى بالنسبة للمرتبطين او المخطوبين او الناس اللي في علاقة حب ايه الحكاية او الدنيا الحبيب ماله شوية بيجي وشوية بيبعد ليه عايزين نقول ان او الزوج لمشاعره مطلخبطة ليه معك مش مش ماشي زبط يعني زي ما احنا بنقول في خلينا نقول ان في بعضكم عندكم بالفعل علاقة ثلاثية او الزوج او الزوجة يعني الطرف التاني في حياتك اذا كان زوجك فهو زوجك في علاقة ثلاثية الزوجة طبعا مستبعد الفكرة دي ولكنها بتحصل فخلينا نقول ان فيه في حياتكم حد علاقة ثلاثية وده مسبب لكم الام وتعب ومشاكل ودايما خناءات خناءات في البيت ماينفعش كده من النظام مش نافع ولكن انتو مرتبطين جدا الشخص اللي مرتبط بعلاقة ثلاثية ده ما هوش قادر يسيبها ومش قادر يفكح بالو منها ودايما انتو حزانة او من جوه حاسرين بالتأثير ده في بعضكم بيحاولوا اشخاص معينين يفضلوا يزنوا على ودانكم علشان خاطر تنفصلهم او تبعدوا عن حبيبك او تبعد عن حبيبتك او زوجتك فطبعا في كتير ناس بتحب ان هي تتكلم وتحب تستطفل مع العكرة زي ما بيقولهم ودايما بيلجاون الزوج ظروف وحشة طيب اطلقي وشوفي جوازة تانية او انت مرتك مش بتساعدك لا اطلق وشوف لك جوازة تانية تساعدك وتكون واقفة جنبك وكده الامور دي كلها ماينفعش تتاخد بالشكل ده ياريت هم الدنيا ماديات ما كانش حد يتعب اللي يلاقي زوج وزوجة صالحة واشخاص طيبين وبيستحملوا معايا ياريت ما يسيبهمش ابدا ويتبت فيهم باديهم مسنانهم لان ده عملة ندرة في الزمن اللي احنا عايشين فيه تمام؟ عايزين نقول ان كمان المرتبطين من برج الجد فيه مديات كويسة معاكم وهتصلح زي ما احنا قلنا قبل كده والماديات دي هتكون سبيل من سبل اصلاح الحياة الزوجية او الحياة العاطفية معاكم مع الاشخاص اللي انتم مرتبطين بهم هتشوفوا هنا كتير هتشوفوا صعد كتير شهر ستة او بداية شهر ستة هو بداية نكحة جدا لبرج الجد باتمنى لكو كل الخير وكل السعادة بحاول ما اطولش في الفيديوهات علشان خاطر اصحاب البقاط والوقت اللي احنا فيه انه صعب جدا على كل البلاد بحبوكو جدا بحبوكو دايما في الله باتمنى لكو كل جديد وكل حياة سعيدة تحصل لكم اشتركوا في القناة